الدار بودكاست المأساة الجديدة التي شهدتها صحراء الجزائر وأودت بحياة 12 مهازرا سوريا لضطروا إلى قطع طريق من ليبيا عبر السيارات برا تؤكد أن هذا البلد أصبح الأكثر عدوانية وطرد للوافدين والأجانب قضى هؤلاء المهاجرون عطشا بعد أن ظلوا طريقة في هذه الصحراء بينما كانوا يقطعون لحلة طويلة للهجرة نحو أوروبا ربما كانت ستقودهم إلى حدود المغرب أو إلى شمال الجزائر لم يكتب لهم الوصول إلى وجهتهم فرارا من انتحاد النظام السوري فتسقطوا في أسوأ بقعة يمكن أن يدخلها مهاجر سري فالنظام الجزائري الذي كان حريصا على الدفاع عن نظام بشار الأسل ويحافظ على علاقات طبيعية معه إلى يومنا هذا هو نفسه الذي يعد أكبر عدو للمهاجرين السريين في إفريقيا قبل أسابيع قليلة فقط عارضت وسائل إعلام إفريقية وأوروبية صورا لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء يثم طردهم عبر الحدود الجزائرية ورميهم في الصحراء الخلاء وتركهم نهابا للعطش والجوع والضواري في هذه المنطقة ذات المناخ والطبيعة القاسية وكشفت الجمعيات الحقوقية حينها أن النظام الجزائري عثاد على طرد المهاجرين الأفارقة في ظروف مأساوية عن طريق نقلهم في شحنات كأنهم بهائمة أو ذواب تم تخلي عنها في وسط الصحراء ومطاربتهم بمغادرة الثراب الجزائري دون تمكنهم من أدوات ثقنية تساعدهم على الاسترشاد أو تمتعهم باحتياجاتهم الأساسية من الماء والأكل والرعاية الصحية هذه المأساة نفسها هي التي حدثت اليوم في الجزائر لهذه المجموعة من المهاجرين السوريين الذين عثرت جمعية من جمعيات الغوت على جثثهم في ظل غياب ثام للسلطات الجزائرية وكشفت الجمعية المذكورة أن هذه المجموعة من المهاجرين السوريين كانوا قادمين من ليبيا على متن سيارة قبل أن تتعطل مركبتهم ويقضون وسط الصحراء عطشا في ظل غياب أي عون أو مساعدة أو دعم هل لهذه الدرجة يمكن أن تكون أرواح المهاجرين السوريين رخيصة؟ وهل كتب على الشعب السوري أن يظل عرضة للقثال والاضطهاد داخل وطنه وخارجه؟ من المستغرب جدا أن يتغافل الجيش الجزائري الذي يدعي السيطرة الكاملة على ثرابه الوطني عن هذه الحالة الإنسانية ويتعاقص عن أداء واجبه الإنساني تجاهها إذا كان الجيش الجزائري يدعي باستمرار سيطرته الثامة على الثراب الجزائري ومكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر والتهريب ويزعم تحكمه في المنافل الشرقية المفتوحة على حدود ليبيا فكيف يؤقل أن يغفل على مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين لا شك أنهم طلبوا النجدة وحاولوا الاتصال بأقرب نقطة الدعم لإنقاذ أنفسهم لقد أصبح الداخل إلى هذه الأرض مفقود والخارج منها مولود كيف لا؟ والشعب الجزائري نفسه يعاني من إهمال وتجاهل منقطع نظير على كافة الأطعر والمستويات التفريط في المسؤولية الأمنية والإنسانية ليس نهجا غريبا على هذا الجيش المتشغل بالسعرات المضحكة والتجمعات الفوركورية التي لتهم غير الحملة الدعائية للنظام لقد قاد المئات بل الآلاف من المهاجرين السريين في صحراء الجزائري بسبب عدم التزام هذا النظام بالاتفاقيات الدولية التي تحمل مهاجرين وتضمن لهم حقوقهم على الرغم من وضعهم غير القانوني وتصر السلطات الجزائرية على اعتبار كل من يدخل أراضيها عدوا لا يستحق أي مساعدة أو دعم بل تعتبر التخلص منه بالإهمال أو الترحيل العشوائي واللا إنساني حقا مشروعا ليس لأحد الحق في التشكيك به وبينما تعبر العديد من الدول العربية والإفريقية عن انخراطها في الاتزامات الدولية التي تكفل للمهاجرين السريين حقوقهم وتضمن لهم ظروف الاستقرار والتمتيع بحقوق المواطنين المحليين لا يزال المهاجر السري في الجزائري يبحث عن حقه في البقاء والنجاة من المصير الأسود الذي ينتظره في هذه الأرض التي لا تقبل أحد الدار بودكاست